السلام عليكم ورحمة الله وطلاب محاضرتنا اليوم سوف تكون ضمن أدنا الـ Dynamic ميكانيكا سوف نتكمل بها عن موضوع الحركة الخطية سوف نكون لدي هذا المثال لذلك سوف نتعلم عن طريقة الحل المال و طريقة الأمثلة المشابهة له نقرأ السؤال و نتعلم خطوات الحل ثانيا starting from rest يعني هذا الجسم كان ساكن وبدأ يتحرك موتور ساكل مطور بدأ يتحرك بتعجيل مقداره معطيني تعجيل اثنين تي ناقص ستة بواحدة المتر على الساكن تربيع إذا كان تي الزمن بالثواني وات إز موتور درستي يغيد الفي عدمال تي ست ثواني وات إز بوزيشن يغيد الاس عدمال تي تساويين داعش ثانية من يعطيك السؤال تشاكل نشي واحد السؤال المطيني هو أو المعادلة للمعطاة بدلالة تي اي نعم بدلالة تي إذن السؤال يحل بشكل مباشر بدون أي إشكالات أنت عندك تقول إزاحة عندك سرعة إزاحة هي نفس المسافة سرعة وتعجيل إذا تمشي بهذا المسار ويضغط ترجع بهذا المسار تمشي بهذا المسار من إزاحة إلى سرعة مشتقة يعني مشتقة الإزاحة وسهما نديك على السرعة مشتقة السرعة تغطيك تعجيل إذن الطريق المعاكس عكس المشتقة هيكون تكامل تكامل التعجيل لتحصل السرعة تكامل السرعة لتحصل إزاحة فهوش مطيك مطيني تعجيل وأغيد سرعة وإزاحة مطيك تعجيل يغيد سرعة يغيد إزاحة فاش تعمل تكامل أول مرة تحصل السرعة تكامل ثاني مرة تحصل إزاحة إزاحة نجحة إن شاء الله للحل هكي خطوات الحل هذه الأسلات تتعلق به هذه الأمور الشرط أنه يكون المعادلة المعطاك بتلالة T زي أشقلنا قلنا التعجيل هو مشتقة السرعة DV على DT وسطين في طرفين وحس عندك DV في واحد DV وDT في أي أي DT يعني تكامل التعجيل بالنسبة للزمن وتكامل هذا الواحد مما عندك شيء لا تكبره واحد أكامل الطرفين وهذا الشيء اللي قلنا أحصله أشقلنا قلنا إذا عندي تعجيل أو يد سرعة أكامل التعجيل أحصل سرعة زي بس حطنا الانيشال فاليو معطيك أي انيشال فاليو بدأ من السكون إذن السرعة البداية صفر والزمن الأولي صفر أعلى سرعة تقيصالها هي V ما معطين هي أن أنا ضد جزة والزمن كذلك T ما عندك أوه أنت تطلع المعدلة بدلالة T زي تكامل الواحد أشقد V هذه الفي مرة أعوض بها أعلى حد مرة أعوض بها أقل حد أعلى حد أشنو هو V نفسها أقل حد مكان الفي أعوض صفر تساوي تكامل الأي نزلنا معادلة الأي أشنو تكامل معادلة الأي يعني 2 T ناقص 6 أشنو تكامل هذا الطرف 2 تكامل T T تربيع على 2 إشارة الناقص نزل ستكامل الستة 6 T 2 مع 2 تختصر إذن معادلة السرعة ستكون بهذا الشكل T تربيع ناقص 6 تربيع للاختصار ماذا ما عندك Initial Value أعطوش هالمعادلة 2 T ناقص 6 بس كاملة وهصي 2 T تربيع على 2 ناقص 6 T تطلع عندك معادلة السرعة في حال كان عندك Initial Value هذي وتتحول للطرف الثاني وتنظف بس كتبناها بدأت القانون لأنها عمد نشطر شغل ملزم عمد لا تخزان درجة وتقولون ما كتب التوضيح أو هال المشكل إذن السرعة تساوي T تربيع ناقص 6 T هذه معادلة السرعة أنا شو أرد أجد إزاحة أيضا تعال أنت أشنو الطريق اللي يوديك من السرعة إلى الإزاحة تكامل بس كامل السرعة تحصل إزاحة الأس تساوي يبقى مكتبها بهذا القانون أنه السرعة هي مشتقة الإزاحة وسطين في طرفين دلتا S في واحد وأكامل السرعة بالنسبة للزمن أكامل السرعة بالنسبة للزمن كامل السرعة بالنسبة للزمن كامل هذا T تكعيب على أسر جديد ناقص ستة تكامل T تربية على اثنين ها بها واحد هاي بها ثلاث أشطط عندي معادلة جديدة تكعيب على ثلاث ناقص ثلاث T تربية هذه معادلة الإزاحة بما أنه ماكو انيش الفاليو فما ينضاف لأي إشكل هلس غاد غاد السرعة عد الزمن ستة عندك معادلة السرعة غاد الإزاحة عند الزمن 11 عندك معادلة الإزاحة مجرد هون نتعوض المكان كل T 6 مع مجرد هون نتعوض المكان كل T 11 عوض أن المكان كل T 6 ستطلع عندك 6 تربية 36 ناقص 6 في 6 36 36 36 السرعة تطلع عندي صفر زين الإزاحة عد الزمن 11 عوض المكان كل T رقم 11 11 تكعيب على 3 ناقص 3 في 11 تربية 80 الإزاحة 80 6 6 6 ما تنسى الوحدات مثل ما معطلت بالسؤال تنزل أشغل طلعناها 80.6 ومطلعها 80.7 والسرعة الصفر هكذا يكون حالنا سؤال حركة خطية وامثال هكذا الأسئلة التي تنحل بطريقة إما التكامل أو اشتقاق من خلال هذا المسار مالتنا